السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اهلا بكم. بالفيديو ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل ايميل تجاري تاني بالجانب الاميل الاساسي اللي عملناه الاولاني. انا بالنسبالي باشتعل على بتاعي اللي هو احمد قد 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 قم. تمام? فهدخل على زوهو. ده بتاعي اللي هو احمد قد قد قم. تمام? انا اعمل واحد تاني وهسميه احمد قد قم. فانا دلوقت ان شاء الله هعمل ايميل تاني بقى من نفس الاكاونت بتاعي على زوهو. فبدخل على الايميل بتاعي جدا تمام? وبختار من هنا اللوجو. وبختار من هنا وعد التحكم المسؤول. وبعد كده المكان ده اللي انا هعمل منه الاميل الاساسي بتاعي. تمام? انا معي رخصة مجانية لحد خمس ايميلات. انا هعمل منهم واحد بس. تمام? انا هضيف دلوقن واحد. وعامل اكونت واحد رسمي. فاضغط هنا على يوزرس. ادي الاميل الاساسي بتاعي. وهضغط على اد. واحط اسمي احمد. واللستانيم. خط. واليوزر نيم. هخليه بقى هنا ايه? هخليه كونتاكت. احمد اطبط دوتكم. وانا في الباسورد هو اداني باسورد تلقاي اللي انا اشيلها. وحط انا باسورد من عندي. واحد كتابتها مرة تانية. وممكن هحط صورة الاول ليا. وبعد كده هقول له اد. بقول لي باسورد مش متوافقة. طيب نيكت باسورد مرة تانية. وبعد كده اضغط على اد. كده مبروك عمال لي لي ميل الجديد. اضغط على حافظ علشان احفظ الباسورد. لو جينا دخلنا على موقع الزوهو. تمام. من اي مكان بقى اي متصفح تاني. انا اجرب على متصفح الخفي. واضغط على تسجيل الدخول. البريد الالكتروني اللي هو كونتاك. احمد اطبط دوتكم. تمام? التالي. ادخل له بقى الباسورد. تسجيل الدخول. انا بقول لي انتهت صلاحية كلمة المرور. دي بتبقى كلمة طور اولية. عايزينك تعمل كلمة مرور جديدة. فانا هعمل كلمة مرور جديدة. دي هتبقى دائمة معايا. تمام? تم تعيين كلمة المرور. اعمل تسجيل الدخول من تاني. ذكرني لاحقا. تمام? هنا رفض تسجيل الدخول. مش عارف ليه. طبعا نجرب كده من غير متصفح خفي. هندخل على زو ميل. ادي زو ميل. وعايز اعمل التبديل بقى. ده الاكاونت اللي هو ادمن. هعمل ساين اوت. وعمل تسجيل دخول. بالاكاونت التاني. لا مش ادمن. كونتاكت. وادي الباسورد. وتسجيل الدخول. فتح مايا البريد الالكتروني. لو ضغطنا هنا على اللوجود الصورة اللي احنا حطناها. وادي الاميل الجديد اللي احنا عملناه. كونتاكتات احمد ضغط بضوتكم. زي ما قلناه قبل كده في الفيديو الاولاني الخاص بموقع زوهو. ان موقع زوهو بيديه خمس ايميلات تجارية مجانية. خمس ايميلات اخترافية مجانية. عملنا منهم اتنين قبل كده. والفيديو ده ان شاء الله هنعمل ايميل التالت ونوضح بعض الامور. هندخل على الاكاونت بتاعنا في زوهو. تمام. وعند اللوجو زي ما اتفقنا. انا فتع دلوقتي الايميل اللي هو وعندي الايميل اللي انا عملته اللي هو المسؤول اللي هو ادمين ات احمد ضغط دوتكم. فالمفروض ان انا كنت بختار لوحة التحكم من هنا من عندي كلمة حسابي كده. لكنها مش موجودة. ليه? لان فتع دلوقتي ايميل فرعي. ايميل سنوي. مش الايميل المميز الرئيس. فانا مفروض دلوقتي اعمل تسجيل خروج من الايميل اللي هو وخش بالاميل الاساسي تمام? الاميل المميز المسؤول. تسجيل خروج. عشان الاميل الاساسي ده اللي بعمل منه الاميلات الفرعية التانية. او الجانبية التانية. واختار من هنا تسجيل الدخول بادمن. والباسور دي محفوظة عندي في المتصفح. كلام جميل. اضغط بقى اللوجو بتاعي. وعندي كلمة تحسابها ايه? تحتها وعد التحكم مسؤول. تمام? انا كده عمل تسجيل دخول بالاميل الاساسي. تمام? اللي هو المسؤول. وعد التحكم مسؤول. وعد التحكم مسؤول دي ما كانتش ظهرة لما كنت فاتح الاميل الفرعي. تمام? اللي هو الجانبي. هنا عندي خمس روحة زي ما اتفقنا. انا عملت منهم اتنين. وانا ضايف دومين واحد في الاكاونت بتاعزوه عموما. اللي هو احمد ضايف دوت كوم. فقط على كلمة يوزرس. ادي الايميلات اللي انا عملها. هعمل واحد تالت دلوقتي او هعمل اتنين كمان. اد. والاسم اكتب احمد. والايميل ده هسميه احمد بود كوم. والباسورد خليها باسورد افتراضية زي ما هو مدهاني. تمام? نحفظها هنا كده. عشان كده كده اصلا هيغيرها. والوقت. مبروك وتحطيت صورة دلوقتي ممكن نحطها بعدين. وقال له حفظ. تمام? كده خلاص مبروك اعمل لي اليوزر التالت او الايميل التالت. لو ضغط على كده. هادي اللي هو الاساسي. جنبية رمز التاج هوا. ده المدير. وبعد كده برجل لسه عاملينه دلوقتي. اللي عملنا في الفيديو اللي قبليه. تمام? طيب انا عايز اعمل واحد رابع برضو. والا خليها في الاولين دلوقتي. خليني اعمل تسجيل خروج. عشان اجرب الايميل التالت اللي عملنا دلوقتي مع بعضينا. صين ان. وهنا هشيل ادمن وهعمل تسجيل دخول ببروك. وهي دي الباسورد اللي هو قدها لنا. لأ. طلب مني تغيير الباسورد كالعادة. هحطو له بقى الباسورد بتاعتي اللي هي بتبقى باسورد دائمة. واقول له مبروك كده يغير لي باسورد دعم تسجيل دخول من تاني. وصيل ان. ذكرني لاحقا. كالعادة جاب لي الصفحة دي علشان هو خلاص فتحها في الصفحة التانية نقفل دي. ونقفل دي. نقول له تخطي هنا. ونجيب اللوجو. اه دي برجات احمد اوضو تتكم. يبقى احنا كده عملنا الايميل التالت بنجاح. عايزين نعمل بقى الايميل الرابع زي ما اتفقنا ان احنا بنيجي هنا كده. وبنختار كلمة ود التحكم المسئول لكنها مش بيتبقى موجودة غير في الايميل الاساسي. فبنتطر ان احنا نعمل تسجيل خروج ونعمل تسجيل دخول بالايميل الاساسي. علشان اعمل واحد رابع. وبنص الطريقة بقى معاك لحد خمس ايميلات. تمام? ادمي نيوة. تمام? وبصورة بتاعته محفوظة. وهنا نختار اللوجو. وعد التحكم مسئول او المسئول. عن تلاتة يوزارات. اختار من هنا ايوزرس. هاي التلاتة موجودين هعمل الرابع. نسميه احمد برضو. تمام? لسه مش مشكلة. اما حاجة بس لايه? اليوزرنيم يبقى مختلف. وده سميه هارد تايمز. ات احمد اوت بتوتكم. والباسورد خليها الافتراضية لانه كده كده هيغيرها زي ما اتفقنا. وبعد كده هقول له اد. ممكن نحط الصورة الاول. تمام? وبعد كده هقول له اد. مطلقا. كده خلص عمل ايميل. هنعمل تسجيل خروج. او نفل الصفحة دي خلص بقى لانه ما افتحه صفحة تانية. ونعمل على التحميل الصفحة دي. ونشوفه دخل معنا على ايه? هنعمل تبديل دلوقتي. هو دخل معي على الادمن. نعم? هعمل تسجيل خروج. وخش على هارد تايمز ات احمد اوتبو.تكم ساين ان. ساين ان. الباسورد ادي الباسورد. اعمل باسورد جديدة. اوكي. حاضر. دي الباسورد الدائمة اللي هتبع معي. واحد كتابتها مرة تانية. ساين باسورد. نعمل تسجيل دخل من جديد. حاضر. نكست. والباسورد محفوظة. ساين ان. تذكرني لاحقا. هنا بقى عشان فتحين صفحة واحدة لموقع زهم ما جابلاش الرسالة بتاع الحاضر دي. تمام? اعمل تخطي. وادي اللوجو. نفس اللوجو اللي احنا حطناه. تمام? وادي الايميل الرابع اللي احنا عملناه. طيب. ونفرض دلوقتي ان انا عايز اعمل تسجيل دخول على زهم. تمام? باجي هنا كده. عايز ابدل ما بين الايميل بتاعته. ادي افلت الصفحة دي خلص اهو. تمام? بدخل على موقع زهم. سجل الموقع ده عندك في المتصفح او في اي مكان زي ما تحب طبعا. تمام? لما ادخل على موقع زهم بالشكل ده. خلينا عمل تسجيل خروج الاول. ادي موقع زهم بالشكل ده. دي البداية خلص اهو. تمام? هنختار من هنا. وهنسجل الدخول على الايميل بتاعنا عادي جدا. ونفرض ادمن. معلش الحاجات البسيطة دي للناس اللي هي بسيطة برضو. واعمل تسجيل دخول بالادمن. انا قريت الرسائل اللي عليه وعايز ابدل افتح الايميل التاني علشان اشوف فيه رسائل عندي ولا لقى في الايميلات التانية. اجي ضغط هنا. اعلجه. واعمل تسجيل خروج. موضوع بسيط صح? وصاين من جديد. واشيل الادمن. وخش بالايه? بالاكانت التاني. ومسلا ايه? كونتاكتات احمد اوبا دوتكم. تمام? ودي الباسورد. تمام? لو حبيت ابدل برضو الايميل تالت بنفس الطريقة. تمام? ساين ان. نضرب مسلا الهار تايمس. ساين ان. فتح معي الايميل. الاكاونت ما اكاونت. تمام? واختار من هنا من المربعات دي. الميل. هيدخلني على الميل عادي جدا. بدون ادنى مشكلة. كويس اللي بيحصل ده علشان بيعرفك انت ممكن تدخل باكتر من طريقة. تمام? انا لما دخلت هنا كده جاب لي الصفحة رئيسية. انا كان ممكن اضغط هنا. فان اضغط هنا على اللوجو بتاعي. فتح للصفحة دي. اخترت من هنا ايه? اخترت من هنا. الميل. كان ممكن برضو اضغط على كلمة ميل دي. هيوديني على الميل مباشرة. تمام? بالشكل ده. اتمنى يكون فيديو النهاردة. اضف لك معلومة جديدة. وما تلساش لو عجبك الفيديو تدعمنا تضايق على الفيديو وتكتب لنا كومنت تحفيزي. توفي لجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.